ترجمة نانسي قنقر يمكن يكون بيتراود في بالكم الآن ليش البنت هذه بدأت موضوعها في صورة الطائر؟ ليش طائر؟ وأكيد زي ما تراود السؤال ممكن تتراود إجابة احتمال يجيني واحد أو جماعة منكم ويقولولي هذه صورة الطائر والطائر حيوان فاحتمال أنت تتكلمي على موضوع الحيوانات وفصيلة الطيور بالتحديد وهذا كلام جدا سليم بس كمان في احتمال آخر يقول إنه ممكن يجيني واحد اثنين أو حتى عشرة منكم ويقولولي إحنا لما بنحقق أحلامنا بنحس أننا حلقنا وكأننا طيور ما يمكن أنت تتكلمي عن موضوع الأحلام المحققة؟ كلام جدا رائع بس كمان عندي قناعة قوية تقولي إنه بيجيني ولا واحد بس منكم وحتى الطفلة الصغيرة هذه وتقولي أنا بمجرد ما بيمر من أمامي طائر بيقول أوه نياله حر لأن الطير عمره ما بيجسد معنا أعمق من كونه حرية فأكيد أنت بتتكلمي عن موضوع الحرية أيوة أنا بتكلم على الحرية ولكن بمنطلق بعيد عن المعنى اللي كلنا بنعرفه أنا بتكلم على الحرية كمبدأ وكيف لما بترسيه في حياتك بتحس إنك تقدمت خطوة الأمام بتكلم عن فطرتنا الحرة أيوة احنا تولدنا بفطرة حرة بس مشكلتنا إنه إحنا صنعنا قيود لأنفسنا صنعنا هذا القيود بمعتقدات وعادات سلبية أفكار خاطئة وجعلنا لها المتسع الكبير من حياتنا بس في مشكلة أفضل من كذا إنه إحنا نسينا إنه دائما صانع الشي بيملك مفتاحه من صنع هذا القيد؟ انت إذا المفتاح بيد من؟ بيدك انت فانت عندك خيارين يا إنك تحسن استخدام هذا المفتاح تفتح القيد بالطريقة السليمة بتنتقل منه العالم بتكون فيه إنت حر أو خيار آخر إنك تستخدم المفتاح بالطريقة الخاطئة منها بتكسر المفتاح بداخل القيد كمل حياتك إنت وقيدك بالكيفية التي تختاروها عشان كذا خلونا نكون صادقين مع أنفسنا واسأل نفسك فين تكمن الحرية في حياتك؟ فين ممكن توجد الحرية هذه في حياتك؟ اسألوا أنفسكم أنا من سنين سألت نفسي هذا السؤال وقلت يا وجدان اسألي نفسك فين الحرية موجودة في حياتك؟ فين ممكن تجد الحرية عشان أنت تعيشي على حياة حرة؟ هل هي زي ما بيزعم البعض؟ إنك تعيش في بيت واحدك يعني حرية؟ إنك تخرجي لواحدك يعني حرية؟ إنك تكوني مستقلة بحياتك كلها بدون ولي أمر يعني حرية؟ أكيد لا بالنسبة لي كانت الحرية بتكمن في التفاصيل الصغيرة جدا اللي كانت دائما في نظري شيء كبير بس كل الناس اللي حولي أو معظمهم كانوا بيشوفوها بنظرة صغار احتقار ما بيعيروها أي اهتمام بس أنا أعرتها الاهتمام الكامل تفكرت فيها إلى أن خلتها تلهمني معنى أن أكون إنسانة حرة طبعا والتفاصيل هذه كثيرة بس أنا بكلمكم على أصغر ثلاثة تفاصيل بس أهمها ولي أولها الطيور زي ما ذكرت في البداية في تاريخ حياتي كله ما مر من أمامي طائر وقلت أوه حيوان لا كان دائما هو قصة ملهمة بحد ذاته لأنه بمجرد ما بيمر من أمامي طائر ببدأ أسأل نفسي وأقارن حريتي بحريته إن كان هو بيفرد جناحه عشان يصل لحريته كطائر فإن تكمن حريتك أنت وإنت بشر مخلوق إنسان مميز بالعقل خليفة أيوة خليفة الله في هذا الأرض فإن تكمن حريتك هو بيفرد جناح لجسده إنت كمان افرد جناح أفكارك اطلق العنانة لها حلق بها عاليا ولا يخطر في بالكم أنه أنا لو حلقت بأفكاري ممكن أمر أو أمشي أنا أو الطير هذا على إضطراد لا كنت دائما أنا اللي بتفوق عليه ليش؟ لأنني بمجرد ما أشبع نفسي بقصة ملهمة حب للحياة شعور تفاؤل وأمل شعور بالحرية كنت دائما بينضاف لي جناح فوق الجناح وأتقدم وأرتفع فإن كنت أنا أنا وجدان وجدت قصة الملهمة خلف طائر لتضيع عمرك لتضيع عمرك تبحث عن قصتك الملهمة خلف بني آدم عالم حاكم أو حتى ولي أمر يمكن تلقاها خلف طائر حيوان أو حتى جماد اللي عليك شي واحد بس إنك تصوب الإنارة للمكان السليم عشان تبحث بالطريقة السليمة ثاني هذه الأهم تفاصيل واللي كنت بأمانة كنت دائما أكناب الغريبة بسببها اللون الأصفر طبعاً تعلقت وجدان باللون الأصفر لدرجة أن أصبحت بشارك أدق تفاصيل حياتي فيه بل بس أصفر بعيش مكان أصفر بكتب باللون الأصفر على الرغم من أنه ممنوع بس المشكلة ما كانت شينا المشكلة إن الموضوع ككل تحول من حب فتاة أهلي لون إلى قضية رأي عام على حدود المجتمع اللي أنا عايش فيه أصبحت مشكلتهم أنتو عارفين إيش إنه بالله عليش بتخرجي الشعر على أبسط طرحة صفراء شفتوا الولد اللي كان قبلي حكموا على شعر شافوا مسكوا منه بس شعره وحكموا على الولد كله بالسوق أنا ما عرفش بصنوب أنا ما عرفش بصنوب شعري أنا مسكوا علي طرحة الصفراء على الرغم أن الأصفر هو أبيض وأخضر بس لا هم أساسا حكموا على الأصفر وفسروا على أنه غير غرور تعالي تكبر محاولة لفت الانتباع أنا أصلا مش عايشة إلا عشان ألفت انتباعهم شفتوا المشكلة فين؟ عشان كده يمكن أكون تمرت بالوصيل هذا اللون وأعترف أمامكم أيها أنا تمرت ولكن اللي بهمني شي واحد إني وإن تمرت ما بتجاوز على حقوق أحد لا أتعدى حدودي مع أحد ما زلت في حدود حريتي أنا كشخص وهذا يكفيني أخيراً النقطة الأخيرة دائماً كلنا بنحط عليها نقطة أحلامنا ما ظنش إن في واحد في هذه الحياة إلى الآن ما بيحلمش خاصة إننا الشعب اليمني أصبح الواحد فينا بيرجع للبيت مبسوط يوصلين صدمنا الكهرباء طافية ما يلقيش حل غير إنه يحلم يحلم إنها والعة والفعل بتورع الكهرباء باسمتها لما يكون مؤمن إيمان يقيني إني إنه حلم بيتحقق وما بيظلش مجرد حلم وإن كلفوا الأمر إني يشوف الشمعة لمبة عشان كده بيتحقق حلمه لذلك على موضوع الأحلام وسيرة الحرية وكذا أنا بحكي لكم قصة صغيرة حصلت معايا في يوم من العام الماضي أروح مبسوطة عند أمي ماما؟ أشتزور باريس؟ نعم أشتزور باريس زوريها ليش؟ مريضتش التعالجي هناك يا وجدان؟ أو مثلا خلصت ثانوية ودرسي الجامعة هناك؟ لا لا يا ماما أنا من جد أشتزور باريس يعني حميني أزورها وجدان أنا من جد خايفة يجيلك أنك تجنني عليّ في يوم من الأيام بسبب الخزع بلات التي تغطر في بالك يا ماما أنا نفسي أزورها أول ويوم واحد بس أروح بس أوقف أمام إيبل تاور وأروح بلادي مشيش حاجة ثانية يوم واحد لباريس وبقطع لك تذكرة عشان تروحي يوم واحد لباريس أنا مجنونة يعني روح روحي نامي يا وجدان برجنان رحت نمت أيوة رحت نمت وكان وضع جدا محبط بس لا أنا كنت جدية فيه ومصررني أروح لباريس ما كانش عندي حل غير أني عزم النية أتحدى نفسي أتحدى المألوف وأتوكل عضلة باريس سافرت باريس مشيت في شوارع الشانزيزة ووقفت أمام إيبل تاور وزرت المتاحف وكمان ما كنت بخلي ولا مدرسة صغيرة مدرسة ما مر من أمامها إلا أدخل عندها مش عشان شي بس عشان أقنع نفسي إن دائماً مدرستي هي الأفضل وإني مش حابة خالص أدرس في باريس عشان كذا أنا حققت حلمي وحققت كل شيء كنت أتمنى أسويه باريس بس يظل السؤال هنا كيف؟ ومتى؟ وإش العواقب الوخيمة اللي لقيتها في النهاية؟ أوكي بحكي لكم بس بسمحولي يجيب لكم معلومة صغيرة عني صغيرة بس وجداً إلى اللحظة هذه من 17 سنة ما بتعرف مطار صنعها ولا عمري سافرت طب وكيف؟ أوكي بحكي لكم موضع أبسط من كذب كثير لا تصعبوا أنا من جد أمي قالت لي أنا روحي نامي أنا روحت نمت بس قبلها جهست شنطتي ومعها كاميرتي غمصت عيني بدأت أقنع نفسي أنا مثلي بس لطير هذا وعمره ما بيكون أحسن مني معه جناحي لجسده أنا أفكاري عندها جناحان وبطلقي العنال لها وبحلق وبمشي وأتقدم وأتقدم وأهبط بباريس وأنا هبطت بباريس وتمشيت وحققت أحلامي في باريس وحققت كل اللي كنت بتمنى يمكن بالنسبة لكم ذا كله ممكن يكون مجرد حل مبتذل بس بأمانة بالنسبة لي أنا ممكن يكون مجرد حل بس عوضني عن واقع كنت من زمان بتمنى أعيشه وشعوري بالحرية في تلك الثانية ولولي ثانية واحدة كان محدد ذاته نجاح وشكراً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر